الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يكنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أعد من النساء إن اتقيتن فلا تخبعن في الكون فيطمع الذي في كلبه مرض وقلن كولا معروفا وكرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية لولا واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واقعنا الله ورسولا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تدهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والهكمة إن الله كان لطيفا كبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادكين والصادكات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدكين والمتصدكات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله عمرا أن تكون لهم الكيرة من أمرهم ومن يعس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتك الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قبى زيد منها وطرا زوجنا كها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أسواج عليهم إذا قضوا منهن وطرا وكان عمر الله مفئولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان عمر الله كدرا مكتورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حصيبا ما كان محمد نباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصفهوه بكرة وعصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تهيتهم يوم يلكونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا لله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقعي الكافرين والمنافكين ودعبهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونا فمتئوهن وصريوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أعللنا لك أصواتك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبيين أراد النبي أن يستنكيها قالصة لك من دون المؤمنين كنعلمنا ما فرضنا عليهم في أزوادهم وما ملك تيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا زناها عليك ذلك أدني أن تقرأ عينهن ولا يازن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يهل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بإن من أزواج ولو عجبك أثنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ركيبا